موسيقى نشرة التاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين حرص المنشاة النفطية يؤكد أن منطقة الهلال النفطي مؤمنة بالكامل وحكومة الوفاق تستنكر الهجوم على الهلال النفطي خلافات حول المؤسسة العسكرية تؤجل توقيع عدد من أعيان ومشايخ وعمداء بلدية برغة على الاتفاق السياسي عضو مجلس النواب صالحة حيمة يقول أن أعضاء بالبرلمان اشترط أن يقدم رئيس المجلس عقيلة صالح ضمانات بتمرير الاتفاق السياسي لحضور جلسات المجلس موسيقى أهلا بكم أكد المتحدث باسم جهاز حرص المنشاة النفطية فرع الوسطى علي الحاسي أن منطقة الهلال النفطي مؤمنة بالكامل من قبل قوات الجهاز مشيرا إلى أنه تم قتل عدد من قوات ما يعرف بتنظيم الدولة وغنم عدد كبير من الآليات التابعة لهم هذه خزانات السدرة والأسف طبعا بدخل متصاعة هذا من خزاني تم إصابة في معاري صباح هذا اليوم ولله الحمد ربما طيبة وهذه سيارات طالحة المنشاة النفطية متواجدة ونؤكد لكل الليبيين أن كامل الهلال النفطي آمن ولله الحمد والدواعج ذهبوا إلى جهنم وبص المصير جيافهم وجرزهم مرقاة في كل مكان وتم غنم عدد كثير من الآليات من هذا اليوم ونؤمن كل الليبيين وأهلنا في برقة أن الأمر طيبة ولله الحمد وقد كان أحد عناصر حرص المنشاة النفطية قتل اليوم وأصيب أربعة آخرين إثر تجدد الاشتباكات في محيط منطقة السدرة ضد عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وأفاد آمر القاطع الحدود إجدابي بشير بوظفيرا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن النار اندلعت بأحد خزانات النفطة تابعة لشركة الواحة بمنطقة السدرة إثر تعرضه للاشتباكات ونشد بوظفيرا مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام ترك خلافاتهم جانبا والتحرك من أجل دعم قواتهم وقوات حرص المنشآت النفطية مشددا على أن هذه الحرب هي معركة جميع الليبيين وقال بوظفيرا في نشرة سابقة أن حصيلة ضحايا يومين من الاشتباكات بلغت نحو ستة قتلى وستة وعشرين جريحا في صفوف قواتهم مشيرا إلى أنهم سيطروا على منطقة الهلال النفطي بدعم جوي من قبل رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام حوالي تقريبا سبع عشرين جريح وستة شعادة نحن اللي شاركوا معنا لحد الآن والسلاح الجو اللي قام معنا بالقفف هو سلاح الجو رئاسة كان من المؤتمر فقط في سياق متصل لافاد آمير حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إبراهيم جدران بسقوط سبعة قتلى وإصابة خمسة وعشرين آخرين من حرس المنشآت النفطية بعد تصديهم لهجوم عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يوم أمس وأكد جدران في بيان مصور سيطرة حرس المنشآت النفطية بشكل كامل على السدرة ورسلنوف مشيرا إلى أن حرس المنشآت كبد ما يعرف بتنظيم الدولة خسائر فادحة بعد محاولته مهاجمة منطقتين السدرة ورسلنوف من عدة محاور انطلاقا من مناطق هراوة والنفلية وسرط استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له الهجوم الذي شنته عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على منطقة السدرة والهلال النفطي داعيا كافة الليبيين إلى مقاومة هذا التنظيم وأعلن المجلس في بيانه أنه في حالة عقاد دائم لمتابعة ما يحدث عن كثب ودراسة كل الخيارات المتاحة لمواجهة التنظيم وإحباط محاولته ضرب مصادر رزق الليبيين وفق نص البيان وثمن المجلس في بيانه الدورة الذي يقوم به حرس المنشآت النفطية وشباب المناطق المجاورة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي لافتن إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ينظر في سبل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين جراء هذا العدوان وفقا لنص البيان وفي جانب آخر أوضح الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري أن تعويض خسائر الاشتباكات التي وقعت في منطقة الهلال النفطي يعد صعبا كما أن المؤسسة الوطنية للنفط تحاول قدر الإمكان توفير الدعم الفني للمنشآت الواقعة في مناطق الاشتباكات مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى المواقع النفطية التي تضررت جراء المعارك الخسائر تعتبر خسائر كبيرة جدا نعتقد أن الليبيين تندمون على هذه الخسائر في يومنا أمس نصاب خزان في حضيرة شركة الهروج أو مينارس ندوف واليوم الصباح نصاب خزان ثاني وتم التأكد أنه خزان من سعة الخمسمائة ألف برميل ماليه بالنفط الخام بالإضافة إلى سقوط قضيفة أخرى على المينيفون أو على الأنابيب واشتعرت فيها نيرام أيضا في حضيرة خزانات السدرة هذا وكانت الاشتباكات تجددت صباح اليوم بين حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في وادي كحيلة الواقعة جنوب غرب منطقة السدرة تطورات لاقت ردود فعل مستنكرة وداعية إلى ضرورة الاتحاد في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة قصف بالقذائف الصاروخية بعيدة المدى شنه ما يعرف بتنظيم الدولة على ميناء السدرة النفطية أدى إلى إصابة خزان ثان تابع لشركة الواحة والشعال النار فيه بعد إصابة خزان تابع لشركة الهروج يوم الاثنين تأكدات جاءت على لسان ناطقي باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي تطور أجبر الطيران الحربية التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني إلى قصف تمركوزات لما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة واد الكحيلة بالهلال النفطي في غضون ذلك دعت وزارة الدفاع بحكومة تسيير الأعمال التابعة للمؤتمر الوطني جميع كتائب الثوار المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة للاستعداد وتأهب لتوجه إلى مدينة سرط وتحريرها من سيطرات الجماعات الإرهابية تدعو كل كتائب الثوار والمنضوية تحت رئاسة الأركان العامة للاستعداد والتأهب للتوجه إلى مدينة سرط وتحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية وتأتي هذه الشباكات بعد ساعات من إعلان حرس المنشآت النفطية فرض سيطرته الكاملة على منطقتين السدرة وراس لانوف بعد صده لهجوم من قبل تنظيم الدولة صباح الاثنين استخدم فيه تنظيم سيارات مفخخة فيما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم مما أدى إلى سقوط عدد من القتل والجرحة في صفوف حرس المنشآت وعناصر التنظيم وفي باب ردود الفعل استنكرت حكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي سهدف منطقة السدرة داعية كافة الليبيين إلى مقاومة هذا التنظيم تطورات أصدرت على إثرها المؤسسة الوطنية للنفط بيترابلوس نداءا دعت فيه الليبيين إلى الوقوف سفا واحدا من أجل الدفاع على مقدرات الوطن وفي البيضة طالبت المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الأزمة بتحمل مسؤولياتها ودعم عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بالذخيرة والعتاد من أجل حماية الحقول والموانئ النفطية دوليا أعرب السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت عن قلقه البالغ مما يحدث في منطقتين السدرة وراس لانوف مؤكدا أن هذه التطورات تعزز حاجة كل الليبيين إلى الوقوف معا خلف حكومة الوفاق الوطني إلى بنغازي حيث قال مصدر بشورى ثوار المدينة أن قوات حفتر قصفت بالمدفعية الثقيلة أمس منطقتين الليثي وبوعطني دون أن يسفر القصف عن أي خسائر بشرية إلا أنه ألحق أضرارا بالمباني والممتلكات بحسب قوله وأكد المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطيران العمودية التابعة لعملية الكرامة حلق فوق سماء بنغازي مساء أمس مضيفا أن الأوضاع في المدينة شهدت اليوم هدوءا نسبيا في أغلب محاور القتال أوضح مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري أن معظم المحاور تشهد هدوءا حذرا اليوم مضيفا أن محوري الفتايح وحيل 400 شهد اشتباكات خفيفة وأكد المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار إصابة طفل بعيار ناري في منطقة الساحل منوها إلى أن الطفل دخل إلى المستشفى لتلقي العلاج دون معرفة حالته الصحية من جهة أخرى أفدت لجنة الأزمة في مدينة درنة بأنها شرعت في ترميم جزء من الطريق الساحلي المقابل لشركة الجبل داخل المدينة أكد مدير مديرية أمن سبها محمد بشر القبض على 26 شخصا من جنسيات مختلفة على خلفية قيامهم بعدة عمليات قتل وخطف وسرقة وأوضح بشر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المقبوض عليهم ينتمون إلى مجموعات إجرامية مختلفة منوها إلى أنه تم تحرير ستة أشخاص كانوا مخطوفين لدى هذه العصابات وأضاف بشر أنه تم استرجاع قرابة أربع سيارات كانت مسروقة مطالبا المؤسسات الرسمية في الدولة بضرورة تفعيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل في المدينة قال ناطق باسم القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب محمد غليوان أن الدراسة استؤنفت في بعض مدارس مدينة أوباري مشيرا إلى أن القوة ستشرف على نقل بعض الأطباء لإجراء تطعيمات لطلبة المدارس وأضاف غليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوة الثالثة ستجتمع في اليومين القادمين مع القوة المكلفة من قبيلة الحساونة بتأمين الطريق رابط بين سبها وأوباري لإجراء بعض الترتبات قبل فتح الطريق والذي تسبب إغلاقه في نقص الوقود وصعوبة نقل المرضى إلى المستشفيات خارج المدينة بحسب قوله قال مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان إن طريق جال الكفرة غير آمن نظرا لقيام مجموعات وصفها بالخارجة عن القانون بأعمال سطو مسلح وأفاد سليمان لقناة ليبيا لكل الأحرار باستمرار انقطاع الوقود عن المدينة مما أدى إلى بيعه في السوق الموازية بقيمة أربعة دنانير للتر الواحد وفي السياق ذاته أشار سليمان إلى أن بلدية الكفرة شهدت يوم أمس انقطاعا كاملا للكهرباء حتى منتصف الليلة البارحة بسبب خروج محطات التحويلات الكهربائية عن الخدمة أفاد مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان بأن الاجتماع الذي جرى يوم أمس في تونس بين أعيان من المدينة من جهة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات عن برقة من جهة أخرى تركز على توضيح حقيقة ما يدور داخل بلدية الكفرة من اعتداءات متكررة من قبل ما وصفه بالغزو الخارجي وأضاف سليمان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أعيان الكفرة أكدوا خلال الاجتماع أن المدينة تتعرض لتجاهل وتهميش من قبل الجهات المسؤولة منوهين إلى أن الجنوب الشرقية يتعرض لانتهاكات المستمرة من قبل ما وصفوها بالمجموعات الافريقية المسلحة في السياق ذاته أوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الحراك الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز سراج أكد عدد من أعيان ومشايخ وعمداء بلديات برغا أنهم لم يوقعوا على الاتفاق السياسي بصفة شهود في تونس بسبب خلاف بخصوص المؤسسة العسكرية ورموزها وأوضح أعيان ومشايخ وعمداء بلديات برغا أنهم متمسكون بتوصيات اجتماع للسيطة الذي شدد على عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقياداتها وضمان توزيع عادل للمناصب السيادية حسب الأقاليم الثلاثة وإنشاء صندوق لإعادة إعمار بنغازي يشار إلى أن البعثة الأممية دعت عددا من بلديات المنطقة الشرقية إلى التوقيع بصفة شهود على الاتفاق السياسي في تونس العاصمة بحضور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نحن لم نوقع إلى الآن بسبب أن هناك خلل بسيط في الاتفاق بخصوص القيادة الجيش نحن متمسكين بالقيادة كمنطقة شرقية لأنها تقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب في المنطقة الشرقية الاجتماعي مفروض نكون مع الأمم المتحدة ولكن طبعا اليسار أنه نحن لا نشبه التفقين على التوقيع طبعا نساس أنه لازم عندنا حقوق البرقة المتمثلة في عدم المساس بالمؤسسات العسكرية ومتمثلة في القيادة العسكرية للجيش قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن جلسة مجلس النواب أمس التي أجلت إلى اليوم لم تلتأم نظرا لتقديم النواب المؤيدين لحكومة الوفاق شروطا قبل الدخول في الجلسة وأوضح فحيمة أن من بين الشروط أن يقدم رئيس المجلس عقيل صالح ضمانات لتمرير الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخرات وأشار فحيمة إلى وجود مشاورات بين أعضاء مجلس النواب المعارضين لحكومة الوفاق والمؤيدين لها بقصد تمرير الاتفاق السياسي عبر مرحلتين تتضمن الأولى الموافقة على الاتفاق من حيث المبدأ فيما يقع في المرحلة الثانية أعطاء الثقة على برنامج حكومة الوفاق الوطني أعلنت وفود من وجهاء المناطق الثلاث في العاصمة طرابلوس اتفاقها على جملة من الترتيبات دعت المؤتمر الوطني ومجلس النواب إلى الالتزام بها وأكد الاتفاق الالتزام بمبادئ الثورة ودعم الحوار الليبي الليبي ورفض الاتفاق الموقع في الصخرات الالتزام بمبادئ وثوابت ثورة 17 فبراير ثانيا نؤكد على الحوار الليبي الليبي ونرفض الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجاته بما في ذلك تسمية رئيس وأعضاء رئاسة الوزراء ثالثا دعوة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة وفي البيان الذي صدر عن الملتقى أكد المجتمعون أن الحوار الليبي هو الحل لإنقاذ الوطن ودع البيان وسائل الإعلام ودول الجوار إلى المساهمة في الحل كما دعوا المؤتمر والبرلمان لحسن معاملة الليبيين نهيب بكل الوسائل العالمية المحلية والخارجية لالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد والمساهمة في وحدة الليبيين والتأليف بينهم ثالثا نطالب دول الجوار بأن تكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة في ليبيا وعدم مناصرة طرف على آخر وعلى المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب العمل على ذلك أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أن إعادة فتح الاتفاق السياسي للتفاوض أمر غير وارد نظرا لأنه حظي بموافقة الأغلبية من مجلس النواب والمؤتمر الوطني وبدعم دولي واسع وأوضح كوبلر لراديو الأمم المتحدة أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين عارض الاتفاق السياسي وطلب بإعادة النظر في مجلس الدولة مشيرا إلى أنه يسعى لإقناع جميع المعارضين بالانضمام وأضاف المبعوث الأممي أن الاتفاق السياسي حدد رزنامة واضحة لتشكيل الحكومة التوافقية وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها قائلا إن العملية يجب أن تنتهي أواخر الشهر الجاري اعتبر الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس أن مكافحة الإرهاب تقتضي إيجاد مخرج دبلوماسي يضمن السلام والاستقرار في ليبيا وسوريا وأكد فالس في كلمة بمناسبة العام الجديد أن بلاده تخوض حربا ضد الإرهاب مشيرا إلى استمرار عملياتها العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي إضافة إلى الشام وذلك من أجل هزيمة المجموعات الإرهابية وتدميرها بحسب وصفه انتقلت المعلومات بشأن التدخل العسكرية ضد تنظيم الدولة في ليبيا من مجرد تسريبات إعلامية إلى تصريحات من مسؤولين رسميين هذه المرة جاءت على لسان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر الذي كشف لصحيفة بيلد الألمانية احتمال نشر قوات دولية لمواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة الذي بدأ يتوسع في البلاد وفي السياق كتب محرر شؤون الأمن والدفاع في صحيفة ميرور البريطانية كريسا هيوز أن قوات التحالف الدولي تستعد لإرسال حوالي ألف جندي من المشات البريطانية لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا بداية العام الجاري في محاولة وقف تقدم نحو خمسة آلاف عنصر تابع للتنظيم منوها إلى أن قوات التحالف ستعمل جنبا إلى جنب مع القادة العسكريين في ليبيا لتقديم المشورة لهم فضلا عن جمع المعلومات الاستخباراتية على الأرض ووفق الكاتب فإن العملية العسكرية ستضم أيضا نحو ستة آلاف جندي من المشات البحرية الأمريكية والأوروبية تحت قيادة القوات الإيطالية يأتي هذا في وقت نقلت فيه صحيفة الفجراء الفرنسية في نهاية شهر ديسمبر الماضي عن مصادر عسكرية فرنسية أن بريس تسعى لتشكيل تحالف دولي لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا مشيرة إلى أن رئاسة الأركان الفرنسية تتكتم بشدة على الخطط التي يجري إعدادها بهذا الشأن نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل منظمة حملة الشارة الصحفية السويسرية تصنف ليبيا ضمن خامس أخطر بلد على الصحفيين في العالم حرس المنشاة النفطية يؤكد أن منطقة الهلال النفطي مؤمنة بالكامل وحكومة الوفاق تستنكر الهجوم على الهلال النفطي خلافات حول المؤسسة العسكرية تؤجل توقيع عدد من أعيان ومشايخ وعمداء بلديات برقا على الاتفاق السياسي عضو مجلس النواب صالح فحيمة يقول أن أعضاء بالبرلمان اشترطوا أن يقدم رئيس المجلس عقيل صالح ضمانات بتمرير الاتفاق السياسي لحضور جلسات المجلس أهلا بكم من جديد قالت مصادر أمنية إيطالية أن قوات الشرطة اعتقلت ثلاثة مواطنين ليبيين في ميناء الجنوى كانوا قادمين من تونس مضيحة أنهم يواجهون تهما بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي عن المصادر الأمنية قولها إن تحقيقات جارية مع المواطنين الليبيين الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة وثلاثين وخمسين عاما مشيرة إلى أنهم يقبعون في أحد السجون الإيطالية وأضفت الوكالة أن قوات الشرطة الإيطالية وجدت عدة وثائق مع المواطنين الليبيين وهي تخضع للفحص من قبل الجهات القضائية إضافة إلى عدة صور للأسلحة في هواتفهم الجوالة اختتمت أو اختتمت مدرية أمن الزاوية الحملة التوعوية بخصوص السلامة المرورية والسلامة العامة التي أطلقتها قبل شهر ونصف والتي حملت شعار شرطتنا توعية وإرشاد وأوضحت مدرية أمن الزاوية أن الحملة استهدفت سبعين مؤسسة تعليمية في المدينة وقامت بتوعية سبعة وعشرين ألف طالب بمخاطر الطريق والسلامة المرورية وأضفت المدرية أنه تم تكريم مدري المدارس وفريق العمل الذي سهر على تنظيم الحملة والمكون من مكتب العلاقات العامة لمدرية أمن الزاوية وجمعية الهلال الأحمر بالمدينة إضافة إلى ضباط وأفراد قسم المرور والترخيص أعلن مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركز عصام العول أن المصرف بدأ اليوم تنفيذ صرف مرتبات شهر ديسمبر الماضي لكل الجهات العامة بالدولة وأوضح العول لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المصرف شرع صباح اليوم في تنفيذ أذونات صرف منح الربع الرابع للطلبة الدارسين بالخارج لافتاً إلى أنه سيتم صرف المنح لكل الدول بما في ذلك أمريكا وكندا أشارت صحيفة The Economist الأمريكية إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا قد يفوق ناقص ثمانية في المائة سنة 2016 وأوضحت صحيفة في توقعات ناتج المحلي الإجمالي في العالم لهذه السنة أن ليبيا ستحتل المرتبة الأولى من حيث أسوأ ناتج محلي تليها فينزويلا وغينيا الاستوائية وسوريا وقالت The Economist إن بداية انكماش ناتج المحلي الإجمالي في ليبيا تعود إلى سنة 2013 خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي قالت منظمة حملة الشارة الصحفية إن عشرين صحفيا قتلوا في ليبيا خلال الأعوام الخمسة الماضية ما يجعلها من ضمن البلدان العشرة التي يواجه فيها الصحفيون أشد المخاطر على مستوى العالم واعتبرت المنظمة السويسرية في تقرير لها أن ليبيا مثلت خامس أخطر بلد على الصحفيين خلال العام الماضي وذلك بمقتل ثمانية صحفيين من بين 135 صحفيا قتلوا العام الماضي في 33 بلدا وجاءت ليبيا متاخرة عن سوريا والعراق والمكسيك وفرنسا والبرازيل من حيث عدد الصحفيين ضحايا القتل فيما تقدمت على الفلبين والهند وجنوب السودان واليمن وباكستان والصومال وهندراس وكولومبيا وأوكرانيا حسب المنظمة وقبل الختام إليكم تذكيرا بالعنوين حرس المنشاة النفطية يؤكد أن منطقة الهلال النفطي مؤمنة بالكامل وحكومة الوفاق تستنكر الهجوم على الهلال النفطي خلافات حول المؤسسة العسكرية تؤجل توقيع عدد من أعيان ومشايخ وعمداء بلدية برقا على الاتفاق السياسي عضو مجلس نواب صالح فحيمة يقول أن أعضاء بالورلمان اشتركوا أن يقدم رئيس المجلس عقيل صالح ضمانات بتمرير الاتفاق السياسي لحضور جلسات المجلس ختام النشرة دومتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة